رصاصة قناص السلطة كانت كافلة بإنهاء حياته وحياة المئات من المتظاهرين في مدينة ناصرية بمحافظة ذيقار أحمد فاضل سعدون الصالحي ابن التسعة عشر عاما لا يزال جرح فقدانه مفتوحا لدى عائلته التي لم تستفق من هول ما فعلته القوات الحكومية حين أطلقت الرصاص الحية بكثافة على متظاهرين شباب تمسكوا بالسلمية وكان جل همهم تغيير الواقع في العراق كان مع المتظاهرين يهتفون سلمية سلمية ولم يبدر منهم ومنه شخصيا أي شيء مؤثر على الدولة وأطلقت النار عليهم بغزارة من ما يسمى قوة الواجب العقيد أمرهم عبد المحسر رزاق منذ ذلك الوقت في الثالث من تشين الأول عام 2019 ينتظر والداء الشهيد أحمد وأصدقائه محاسبة المتورطين بقتله وقتل أكثر من واحد وعشرين متظاهرا في الناصرية استشهدوا بين الأول والخامس من ذلك الشهر الذي شهد ولادة هذه الثورة الشعبية الشبابية أول ما بدت المظاهرة بين قصة الشهيد الحد ما انتهت يعني مقاطع الفيديو كلها موجودة وحصننا عليها وجهنا القاضي التحقيق سلمنا المحكمة وكذلك الشهود طلبوهم يشوه سلمنا الشهود ولحد قضايا القتل وقمع المتظاهرين كلها سكته نطالب من القضاء العراقي القصاص من هؤلاء القتل وكل من شارك بقتل المتظاهرين أمام هذه المطالبات بمعاقبة قتلة المتظاهرين يرى ناشطون وحقوقيون أن أصدار السلطات الحكومية في العراق القانون رقم 57 لتعويض أسر الشهداء الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء التظاهرات لا يكفي ذلك مع تبريل الحكومة أن تلك الحوادث مجرد أخطاء عسكرية لا أكثر كمحاولة لتخلص القادة والعناصر في الجيش والأمن والميليشيات من العقاب في وقت يصر ذو الشهداء والمتظاهرون على تحقيق العدالة كجزء من مطالب ثورة تشرين التي لن يتخلوا عنها ترجمة نانسي قنقر